وصلت وزارة الداخلية حملاتها لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 446 قضية تمونية بمضبطات 104 أطنان وفي مجالي حجب السلع الاستراتيجية والاستيلاء على السلع المدعومة تم ضبط 32 طن أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأسزيد من السعر الرسمي تم ضبط 72 طن وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 723 قضية ممينها 144 قضية خبز ناقص الوزن و138 قضية خبز غير مطابق للمواصفات أما في مجالي ضبط مخالفات التلاعب منظومة توريد وتدول القمحة فقد تم ضبط 5 قضايا بمضبطات بلغت 37 طن أقماح محلية